يقول ما حكم القطرة المتبقية من البول في الذكرى وتتأخر في النزول وقد تنزل أثناء الوضوء وإيضا ربما أثناء الصلاة مع العلم أنه لو صبر عليها وعمل بعد الحركات الرياضية ثم أنزلها تنزل لا داعي للحركات الرياضية ولا داعي للقيام والقعود أنت ادخل الحمام واخذ حاجتك من البول واغسل العضو وقم إلى صلاتك إن كانت تنزل منك قطرات بول بعد ذلك بقليل تعمد أن تدخل الحمام قبل الوضوء بزمن أو من الممكن أن تتوضأ وتؤجل دخول الحمام إلى بعد الصلاة والله أعلم